اشتركوا في القناة ثم بعد كده أصبح بيقدم خدمات علاجية لمرضى الكبد ثم خدمات بحسية بتهتم بإيجاد أدوية وعلاج لأمراض الكبد عايزين نكلم عنه بالتفصيل النهاردة خصوصا أنه بدأ يعاني هو الآخر مثله مثل هيئات كثيرة جدا تابعة لوزارة الصحة من مشاكل كثيرة هنتكلم عنها بالتفصيل مع دكتور محسن سلامة أستاذ الكبد معهد الكبد القومي بشبين بكم صباح الخير صباح النور وأهلا بحضرتك معنا أهلا بحضرتك أريد أن أعرف من حركة الأول النسبة التي ذكرناها في البداية هذه حقيقية أو لا؟ الأول بس أستاذ أن أصحح معلومة أن معهد الكبد القومي يتبع وزارة التعليم العالي وليس وزارة الصحة أما بخصوص وهو مكون أو إحدى كليات جامعة المنوفية أيها ده بالنسبة للجانب البحثي هذا وضع المعهد لا حتى بالنسبة للجانب العلاجي فهو مستشفى جامعي لمرض الكبد في مصر سببها فيروسي لو حبينا نتكلم باستفادة في هذا الموضوع هنقول أن نسبة الإصابة بأمراض الكبد في مصر هي أعلى نسبة إصابة لمرض ما في دولة ما بمعنى إيه؟ يعني لو قلنا مثلا أن السكر في مصر بيمثل 10% زي وزي المعادلات العالمية أن الضغط بيمثل 5% لكن نقول مثلا أن الإيدز في أفريقيا بيمثل 20% من السكان ده أعلى نسبة إصابة لمرض ما كذلك فيروسي في مصر بيمثل 20% تقريبا من حجم الشعب المصري في ده نسبة إصابة عالية جدا وهل 20% بتكتصر على فيروسي ولا أمراض أخرى بالكبد؟ لا هو إحنا بنقول لو إحنا عندنا 20% من الشعب مصابة أمراض الكبد 85% منهم فيروسي الخمسة في المية تقريبا أو 8% فيروسي والباقي أمراض أخرى في فئة عمرية معينة يا دكتور هي التي تعاني أكثر من أمراض الكبد؟ كل فئة عمرية لها أمراض كبد معينة يعني في الأطفال مثلا التهابات الكبد المناعية التحسسية هي السبب الأكبر أو الأمراض الكبد الخلقية في الأطفال لما يتطور العمر ويبدأ الإنسان يتعرض إلى البيئة المحيطة به وإلى وسائل عدوى تبدأ العدوات الكبدية تظهر فيروس C فيروس B فيروس ألف يعني مثلا في العمر الصغير اللي هو من 15 ل 20 سنة لما بيبدأ الأولاد يأكلوا في الشارع بيجي لهم الفيروس الكبد المناعية ألف لما بيبدأ يروحوا لأماكن تلقي الخدمة الصحية غير الآمنة بيبدأ يتعرضوا الفيروس B وفيروس C وهكذا مشكلة فيروس C حضرتك إن إحنا حجم انتشاره في مصر كبير جدا ومشكلته إنه بيدخل في أغلب الأحيان صامت عدوى صامتة يتحول إلى مرض مزمن مع مرور الوقت فهي دي المشكلة فيه أمراض أخرى أمراض مناعية ممكن تحصل وهكذا لكن دول برضو نسبتهم بتساوي المعدلات العالمية لأن دي حاجات لا تنتشر فيه العدوى أو بالمخالطة يعني خلينا نتكلم بقى بالتفصيل عن المعهد القومي للكبد بالشبين وقوموا الدور اللي بيقوم به المعهد الحقيقة إحنا معهد الكبد أنشئ كفكرة رائدة يعني سنة ستة تمانيين من قبل الراحل العظيم أستاذنا الكبير أستاذ دكتوري سين عبد الغفار إدراكا منه بحجم المشكلة مع الوقت بدأنا نواجه المشكلة بدأت المشكلة تتفتح علينا وبدأنا نعرف إحنا بالزبط الوضع فينا المعهد كان هدفه معهد بحسي علاجي تعليمي بيقوم بالثلاث أدوار دول مع الوقت اكتشفنا أنه إحنا لازم نزود عدد الأسرة في القسم الداخلي كنا الأول بدئين بوحدة أبحاث ثمن أسرة ده كان مبنى المعهد القديم بعد كده بنينا دورين لتلقي الخدنة فيهم حوالي 100 سرير وبدأنا فكرة زراعة الكبد سنة تسعين أو واحد وتسعين ودي كانت أول مرة تجرى فيها زراعة كبد في الشرق الأوسط كله كانت تجارب أولية لكن كانت تجارب مبشرة لسبب ما توقفت اهتمينا أكتر بأننا نحاول نتعلم كيفية تحسين النتائج بدأ حجم الإقبال على المعهد يزيد حجم المرضى في الايادة الخارجية يزيد المعهد أصبح غير قادر على مقابلة هذا الكامل استعاب كل هؤلاء فبدأنا نفكر أن نبني معهد جديد على غرار معهد متخصص كبير علاجي تعليمي بحسي فبدأنا إنشاء المعهد الجديد الذي قوامه 350 سرير سيضافه إلى المعهد القديم وقدرته 100 سرير مع الاستمرار في تحسين الخدمات الصحية لكن واجهتنا للمشكلة الرئيسية أن هذه المعهد أصلا ما كانش مدرك في الموزنة العامة للدولة فمالوش تمويل فكان كل المعهد القديم كله كان قايم عليه قايم على التبرعات وعلى أن أنا بدخل مريض بعالجه بسعر رمز جدا قادر التكلفة بقدم له أحسن خدمة عليها قادر عليها بسعر رمز جدا لكن ده ما ينفعش أنه يعني يحافظ على أداء المنظومة الصحية بالشكل المطلوب إذا كنا نقدم خدمة علاجية متميزة مستمرة تحقق نتائج مرجوة يبقى لازم نفكر إزاي نوفر لها الإمكانيات المادية التي تمكنها من أداء هذه المهمة وده الدور اللي احنا الحقيقة بنفكر به عشان زي شعب مصري ما بانا 7,56-57 اللي هو يعني بيمثل جزء من الخريطة الصحية للشعب المصري بسيط مش كبير لكن إذا مرض الكبد اللي نحن نتكلم 20% من الشعب لازم شعب مصري يبني 57 آخر في شبين الكوم إحنا بدأنا البناء أقامنا المعهد القديم مشكورين الدولة قدر ما استطاعت لكن إحنا محتاجين حاجات كتير جدا يعني دكتور مشكلة تمويل المعهد هي مشكلة حديثة ولا بدأت مع التوسع في عدد الأسير هي بدأت مع إنشاء المعهد الأصلي إنه ما كانش مدرك في الموزنة العامة للدولة يعني هل تعرف حضرتك مثلا كل المشفيات الجامعية الممثلة لنا بتاخد دعم للسرير من الدولة من الموزنة العامة للدولة إحنا ما عندناش دعم يعني حضرتك الموزنة كله قائم على التبرعات ومش هنقدر نكمل بالشكل ده يعني أنت بتطبي مني خدمة متميزة طب من غير فلوس طب أنا هدفع دعم الخدمة دي منين ما عنديش فلازم الشعب كله يساهم ولازم الدولة تتدخل لدعم معهد الكبد عشان نحل المشكلة الصحية لأن الاستثمار في الصحة والاستثمار في التعليم حضرتك هما أجود استثمار يرجع علينا بفايدة عالية تخيالي حضرتك أنت لما تعالجي 20% من الشعب مرضوده على الأداء الاقتصادي يبقى شكله إيه مرضوده على الأداء التعليمي يبقى شكله إيه مرضوده على القوة العسكرية اللي بدأت شكله إيه مرضوده على الإنفاق الصحة يقل كتير فإذا الاستثمار في مجال علاج مطلوب جدا ومرضود وعالي جدا فلازم نهتم بيه هل مثلا في خطة معينة أحراك شايف أن هي مفروض تطبق في الفترة الجاية المفروض خصوصا أحراك تقول أن المستشفى بتعالج بأسعار رمزية مش مستشفى مجانية مثلا مثل 57-57 احنا ما عندناش القدرة حضرتك يعني أنا هوفر الدواء للمرضى مجانا منين إذا كان أنا ما عنديش أنا اللي بقدر أعمله أن أنا بأخد الدواء زي الدولة عندما تدهوني بديل المريض بنفس السعر مش أكتر من كده لكن أنا ما بحققش أرباح أو أنا مستشفى السسماري أنا مستشفى هدفه خدمة المريض المصري الذي يعاني حقيقة تقديم أجود خدمة طبية لمرضى الكبد في مصر وأنا أستطيع أن أؤكد ذلك بأقل سعر رمزي يعني حررتك لأخذنا في مجال زراعة الكبد إحنا بنزرع عمليات الكبد في مصر بأقل سعر رمزي كان حتى وقت قريب أولا إحنا بنزرع الأطفال كلهم مجانا عمليات زراعة الكبد مكلفة جدا إحنا بنزرع الكبار كنا بنزرع بمية خمسة وسبعين ألف حتى فترة قريبة جدا وده كان يعني تقريبا بيغطي تكاليف العملية في حين المراكز السسمارية بتزرع بأسعار عالية جدا عن كده يمكن ضعفين أو ترد أضعف هذا المبلغ يعني المكتوب عندي النسبوعيا المعهد بيقدم عمليتين زراعة كبد عمليتين زراعة كبد إحنا لازم ندعم معهد الكبد يا شعب مصر معهد الكبد في حاجة إليك نحن نريد تدعيم معهد الكبد قدر ما استطعنا عشان نستطيع أن نواصل الخدنة ونجودها ونصل إلى حل المشكلة الكبد يعني هل تتخيالي حضرتك أن الخريطة الصحية لمصر كلها ممكن تتغير خلال الخامس سنوات القادمة أن نحن النهاردة نجحنا في الحصول على علاجات حديثة جدا تقضي على فيروس سي تماما ويصبح فيروس سي خلال الخمس سنوات القادمة زيه زي شال الأطفال زيه زي الجدلين فشوف يا حضرتك إحنا نقدر نغير شكل الخريطة الصحية للشعب المصر إزاي لازم ندعم معهد الكبد والأماكن المماثلة له لأن ده استثمار سيعود علينا بفائدة عظيمة جدا طب وليه الفترة اللي فاتت مع زيادة عدد المصابين بأمراض الكبد ليه ما زادتش مخصصات المعهد أو ما طلبتوش بزيادتها أو طالبنا طالبنا مرارا لكن كان دائما حضرتك طب حنشوف حنقيم مفيش أول آخر بتصطدمي بعقبة الموازنة العامة للدولة لا تسمح خليكم ماشين زي منتم ماشين مستمش هينفع استمر وما زلنا بنواجه نفس السبب وما زلنا برضو الإجابة خليكم ماشين الدولة حاولت الحقيقة في الفترة الأخيرة في بناء المعهد أن هي تتفق مع إحدى الشركات الوطنية لبناء المعهد وعلى أن يتم الدفع على أخصات والشركة كانت الحقيقة متفاهمة جدا لكن ده مش كفاية أن أقيم مبنى وقف تفرج عليه محتاج أستكمل المبنى أستكمل أوضع العمليات أستكمل أسرة أستكمل أعداد خارجية أستكمل المبنى كله كسكيلة وبعدين بيجي دور الدعم السنوي للسرير المجاني للمريض لازم يكون لي جزء من الموازنة العامة للدولة للعلاج المجاني للمرضى أكدت علي في البداية أن المعهد ليس له صلة بوزارة الصحة لكن هل ليها دور تقدر تساهم بشكل أو بآخر في حال مشكلات المعهد المؤكد أننا كلنا دولة واحدة وأننا كلنا منظومة صحية واحدة فوزارة الصحة تقدر تساهم في أن هي توجه جزء كبير من نفقات العلاج اللي هو على نفقة الدولة إلى معهد الكبد القومي وده برضه حيدينا سابلاي أو حيدينا إمدادات مادية تساعدنا في استكمال مهمتنا يعني وزارة الصحة مشتركة معنا من خلال التأمين الصحي من خلال المؤسسة العلاجية من خلال الوزارة نفسها يعني دي روافد من روافد المعهد اللي تقدر بها الوزارة تساعدنا طيب ده بالنسبة للخدمات العلاجية اللي بيقدمها المعهد بالنسبة بقى الخدمات البحثية والدراسات إزاي بيتم الانفق عليها شوفي حالتك ده الهدف الثاني للمعهد هو الهدف البحثي وإحنا الحقيقة عندنا أبحاث متميزة جدا كثير من الزملاء الحقيقة نشروا أبحاث عالمية وكثير منهم قلقوا محاضرات عالمية أمام المؤتمرات الدولية وده معروف ومسجل أبحاثنا مشتركة لنا وحدة أبحاث مشتركة مع اليونيفيرستي في كاليفورنيا سان فرانسيسكو ولهم معهد يعني هم أنشأوا عندنا بالتعاون مع المعهد وحدة أبحاث أو معمل أبحاث حديث جدا بنرحب بكل أساتذة الكابت في مصر أنهم يشتركوا معنا أبحاثنا سبقت قبل كده في مجال الوبائيات مع الخبراء الأجانب وكنا خاصة مشترك فيها معهد الكابت في الونيفية فخطة البحث عندنا متطورة جدا لكن برضو محتاجة دعم نيجي لخطة التعليم إحنا المعهد الوحيد في مصر ويمكن في العالم كله اللي بيقدم شهادة ماجستير ودكتوراه في مجال طب الكابت حتى الآن وكثير من الأصدقاء والزملاء الأجانب وخصوصا من ألمانيا قالوا أنهم مستعدين يدعمونا في استمرار أداء شهادة الماجستير والدكتوراه على مستوى العالم ويستثمره معنا بس برضو إحنا محتاجين دعم من وزارة البحث العلمي ومن وزارة التعليم العالي يعني لاستمرار أداء الخدمة بالشكل الأفضل فدور المعهد في المجال البحثي وفي المجال التعليمي مستمر وبيتطور من يوم إلى يوم هل المشاكل اللي بتواجه المعهد حتى الآن هي مشاكل مادية ولا في مشاكل أخرى مشاكل المعهد مشاكل مادية أساسا نحن نريد قليل من المال لتقديم خدمة طبية عالية الجودة شبه مجانية للمرضى يعني دكتور أخيرا كده هل تقول لي خطوات المفترض أن تحل بيها مشكلات المعهد واحد الدولة تدرج المعهد في موازنة العامة لها من ناحية استكمال المعهد المبنى الحالي تأسيسه امداده بالأجهزة نمرت اتنين الدولة تخصص جزء من ميزانيتها لدعم المرضى في العلاج المجاني تلاتة الدولة تقدم جزء من ميزانيتها للصيانة الدورية للأجهزة والمعدات والتطوير أربعة مؤسسات المجتمع المدني كلها تساهم معانا في دعم المعهد زي ما دعمنا 57-57 خمسة الشعب كله الشعب كله لازم يقف وراء معهد الكبد والأماكن المماثلة لتحقيق الخدمة الطبية لمرضى الكبد والقضاء على فيروس سي احنا كلنا جنود في هذا الخندق بشكر حديث جدا يا دكتور ربنا يوفقكو يعني يا رب فعلا كل المشاكل تحل في الفترة القضية دكتور محسن سلامة أستاذ الكبد معهد الكبد القومي بشبين لكم بشكرك على وجودك معنا شكرا اللي حدثك فينا شكرا شكرا وشاهدينا بعد الفاصل حنكامل معاك وفقراتنا في نهارك سعيد استنم شكرا